يبدو أن مقتدى صدر مصر على بروبوغاندا سياسية جديدة تتمثل في تغيير أثاث المسرح السياسي مع إبقاء اللاعبين ذاتهم فما يسميها حكومة الأغلبية هي ذاتها قائمة على أعمدة المحاصصة فالأحزاب والكتل ذاتها ويبقى القرار الفعلي للأقوى الذي يمتلك أجنحة ميليشيوية رئيس جمهورية جديد يريده الصدر وأتباعه ريبر أحمد المحسوب على حزب بارزاني وكذلك لرئاسة الحكومة يبرز اسم جعفر الصدر ويصر اتلاف الصدر على هذين الاسمين في جلسة البرلمان لكن الإطار التنسيقي حتى وإن كانت هذه التركيبة الجديدة لا تهدد وجوده في سفينة العملية السياسية إلا أنه لا يريد أي تغيير ولو شكلي في الهيكل السياسي المؤسس عام 2003 ولهذا يريد الإطار استخدام ورقته لتعطيل تمرير مرشحي رئاسة الجمهورية والحكومة عن طريق الثلث المعطل للبرلمان وما يؤكد سعي الإطار في هذا الاتجاه هي الضغوط والتهديدات التي تعرض لها من يسمون النواب المستقلين لتعطيل جلسة البرلمان وبالتالي عدم اكتمال نصاب جلسة تسمية رئيس الجمهورية والبرلمان وبكل الأحوال فلا يبدو للمراقب أن هناك تغييرا يمس ثوابت نظام المحاصصة الطائفية فكما جرت العادة رئيس الجمهورية يجب أن يكون كرديا ورئيس الحكومة شيعيا ورئاسة البرلمان سنية فضلا عن توزيع الحقائب الوزارية حسب قوتها وأهميتها على هذا الأساس الطائفي فأي معنى لحكومة الأغلبية في ظل التقسيم الطائفي للمناصب افتقار القوى المشاركة في الصراع السياسي لمشروع وطني حقيقي هو ما يفسر لجوءها للتغييرات الشكلية عند كل حكومة جديدة وذلك لامتصاص غضب الشعب الصاخب وكأن هذه القوى لم تعرف بعد أن الشعب لم تعد تنطل عليه هذه الألاعيب